إذن هذا تمرين وإن كان طبعا يعني في الامتحان لن يأتيكم تمرين بهذا الطول لكن هذا التمرين لهدف منه أن نشرح لكم يعني بشكل مفصل كيفية إيجاد المسار الحرج وأيضا كيفية تحديد الفلوت أو التوتل الفلوت أو التوتل السلاك تمام؟ إذن هذا التمرين يقول بالشكل أو جاء بالشكل التالي عندي مجموعة activities إذن هذا الجدول فيه activities عندي في المشروع من البداية وحتى النهاية from start to end activity D, A, F, E إلى آخر وكل activity ماذا يسبقها؟ precedence يعني السابق تمام؟ فمثلا طبعا start ما في قبلها شيء لكن D قبلها start تمام؟ A قبلها start F قبلها D و A ملاحظين أيها الإخوة؟ فإذن يعني بمعنى آخر بإمكانك أن تقرأها بشكل عكسي تقول إذن سوف ننطلق من start إلى D ومن start إلى A ثم ننطلق من A إلى F ومن D إلى F ثم من D إلى E وهلما جرا ولدينا المدة الزمنية المقدرة لكل activity من هذه الأكتيفتي D أربع أيام إلى آخر طبعا لتبسيط الأمور العلاقات كلها من النوع finish to start والامتحان يعني ما بيأتيكم إلا علاقات من نوع finish to start لأنه إذا دخلنا علاقات ثانية بصير الأمر نوعا ما معقد تمام؟ السؤال الآن إذن يقول عنا ثلاثة أسئلة السؤال الأول يقول ما هو طول المسار الحرج critical path في أربع خيارات ما هي أو ما هو مقدار الطوفان أو العوامان الفلوت بالأكتيفتي B وما هو الفلوت بالأكتيفتي F لكي نبدأ حل هذا التمرين من أين نبدأ؟ ما هي الخطوة الأولى؟ رأيكم من أين سوف نبدأ؟ جميل؟ إذن أول شيء يجب أن نبدأ عن طريق رسم المخطط صح؟ لسمناه المخطط الشبكي اللي هو يوضح هذه العلاقات صحيح أو لا؟ طيب طبعا سهل رسمه ليس كذلك؟ كما قلنا سوف أضع كل أكتيفتي بعقدة يعني بمربع أو مستطيل صح؟ وأبدأ أقول من start to D ومن start to A ما قلناه من A to F ومن D to F فإذن هذه start هذه البداية هذه النهاية ثم أطبق العلاقات اللي موجودة بالمخطط فإذن سوف يظهر لك المخطط بهذا الشكل من start to A من start to D من A to F ومن D to F ومن D to E إلى آخر تمام؟ طيب الآن سوف أستخدم طريقة الترميز التالية اللي حتساعدني في تبسيط الوضع إذن الأكتيفتي أي أكتيفتي كانت عندي A ولا D ولا X سوف أكتب في هذا المربع هنا في المنتصف سوف أكتب deuration مدتها الزمني تمام؟ هنا سوف أكتب early start إذا أردت أن أبدأها مبكرا إذن متاح أبدأها وبالتالي سيكون عندي مثل ما قلنا early finish يعني إذا بدأت بداية مبكرة سوف تنتهي نهاية مبكرة طبعا واضح أنه early finish النهاية المبكرة ستكون البداية المبكرة زائد المدة الزمنية صح؟ يعني إذا عندي activity مدتها مثلا سبعة أيام صحيح؟ فسوف تبدأ باليوم الزيرو وتنتهي باليوم السابع صح؟ ولا لا؟ duration D ستكون سبعة تحت سيكون عندي late start إذن إذا قررت أنك تؤخر هذه الأكتيفتي إلى أكبر قدر ممكن بدون أن تؤثر على الجدول الزمني كما اتفقنا سوف تكون إذن بداية متأخرة وهنا سوف أضع النهاية المتأخرة طبعا النهاية المتأخرة نفس الكلام ستكون البداية المتأخرة زائد المدة الزمنية فحي أعطيني النهاية المتأخرة وسوف أخصص هذا المربع للفلود ما؟ طيب هذا فقط طريق الترميز شوف كيف ستساعدني الآن في حساب الكريتيكال باث وفي حساب الفلود طيب أول خطوة وأول شيء أستطيع أن أقوم به وأول شيء موجود معي من معطيات التمرين ما هو؟ الديوريشن صح؟ عندي أعطاني في التمرين أعطاني في الجدول السابق كما رأيتم أعطاني المدة الزمنية اللازمة لكل إذن إذا رجعنا هذه هي المدة الزمنية اللازمة لإنجاز موجودين إذن حاخذهم تمام وأضعهم في المربع كما قلنا اللي حيكون مخصص لديوريشن بكل بساطة إذن هذه الخطوة الثانية أني حدد الديوريشن إذن كل اكتيبيتي اكتيبيتي اي كانت مدتها ستة أيام اف سبعة أيام بي خمسة أيام معلومة جرون تمام طيب ثم أنتقل إلى الخطوة الثالثة اللي هي الفورورد باس يعني سوف سوي تحليل أمامي كما يقال من البداية وحتى النهاية تمام فمثلا من البداية ما هي الإير لستات ما هي البداية المبكرة للأكتيبيتي اي إذا أردت أني أبدأ اي في أول مباشرة على طول هتكون صفر سنت صحيح طيب ما هي البداية المبكرة لدي ايضا صفر اي جميل ومتى تكون إذن النهاية المبكرة لأي إذا بدأنا صفر وهي مدتها ستة أيام هتنتهي في اليوم السادس هنا نفس الكلام بدأنا صفر ومدتها أربعة أيام هتنتهي في اليوم الرابع تمام إذن صفر وصفر ثم صفر زائد ستة لستة أيام وبالتالي ستة أيام وهنا أربعة أيام طيب نأتي الآن للأكتيفتي في رأيكم ما هي البداية المبكرة للأكتيفتي ستة ليش لأن لكي تبدأ يجب أن تنتهي من A وتنتهي من D صح؟ لاحظ F تعتمد على بداية F تعتمد على نهاية A وبداية F تعتمد على نهاية D فمين الأطول فيهم A إذن يجب أن أنتظر حتى تنتهي A وبالتالي إذن ستكون ستة لأنه ما في فرق بينهم يوم أستاذي ليش سبعة ها ها هتبدأ من 0 اليوم السابع يعني من الساعة سبعة الصبح 0 اليوم يعني عشان هيك لاحظ كما هنا يعني هنا ليش ما وضعنا واحد وضعنا 0 نفس الكلام تمام فإذن فإذن بالتالي هتبدأ كما قلنا F من اليوم السادس يعني نهاية اليوم السادس بمعنى و إذن سيكون عندي إذن ستة وسبعة سبعة أيام مدتها الزمنية هتنتهي في اليوم في أي يوم هتنتهي النهاية المبكرة في اليوم الثلاثة عشر طيب بالنسبة للإي متى هتبدأ اليوم الرابع نعم ومدتها ثمان أيام إذن بالضبط إذن 13 و12 صحيح جميل طيب نأتي لبي متى تبدأ بما هي البداية المبكرة إذا أردت أني أبدأ مباشرة طبعا هي لا تعتمد إلا على F وF هتنتهي في 13 إذن B هتبدأ كمان ب13 ومدتها خمسة أيام إذن 18 طيب G متى هتبدأ G G تعتمد على انتهاء F وانتهاء E الأطول بينهم الـ F إذن G سوف تبدأ باليوم الثالث عشر تنتهي اليوم 18 ونكمل بنفس الطريقة إلى أن نصل إلى أن هذا المشروع متى ينتهي ما هو آخر يوم في المشروع آخر يوم في المشروع هو اليوم الثالث والثلاثين إذن كم مدة المشروع مدة المشروع 33 يوم ونحن عارفين طبعا أنه المسار الحرج هو الذي يحدد مدة المشروع والتالي إذا عدنا للسؤال ما هو طول المسار الحرج طول المسار الحرج 33 يوم أين هو المسار الحرج الآن خليني أكتشف وين الأكتيفيتز اللي موجودة على المسار الحرج أو أين المسار الحرج طبعا هنبدأ الآن بالعكس صح هنبدأ من آخر اكتيفيتز موجودة في المشروع طبعا آخر أكتيفيتز الآن بدي أرجع من خلفا ها في عندي أكتيفيتز تنتهب اليوم 18 وأكتيفيتز C تنتهب اليوم 33 من فيهم اللي على المسار الحرج طبعا C صح وبالتالي اللي قبلها ما في عندي خيارات طبعا من اللي قبلها اللي قبلها H واللي قبلها G الآن هنا الخيار يعني ترى ما هي الأكتيفيتز اللي موجودة على المسار الحرج قبل G هل هي F ولا هل هي E وللأطول كمان صح إذن F طيب واللي قبل الـ F هل هي D ولا هل هي A أيضا الأطول اللي هي إذن A وبالتالي إذن هذا هو المسار الحرج هذا هو المسار الحرج A F G H C بالضبط طبعا لو استخدمنا الطريقة اللي ذكرناه في محاضرة أمس أني حاولت أني أدور على كل المسارات وأشوف وين أطول المسار ممكن هتوصل لنفس النتيجة لكن هتتغلب شوي صح لأنه هنا عدد المسارات كبير جدا لاحظ كم مسار هنا عندك A F B End عندك A F G H C عندك D F B عندك D E G H C عندك D F G H C فعندك مسارات كثيرة حتتعب لكن بهذه الطريقة وصلنا بسرعة إلى مسار الحرج وإلى طول المسار الحرج تمام طيب نأتي لموضوع الفلوت نريد الآن أن نحسب الفلوت أو Total Float لكل هذه الأكتيفيتز طيب نحن عارفين في مبدأ معين أو في مبدأ اتفقنا عليه اللي هو كم الفلوت للأكتيفيتز اللي موجودة على المسار الحرج كم بيكون فيها فلوت الأنشطة اللي موجودة على المسار الحرج Zero ممتاز إذن كل هذه الأنشطة اللي هي A F G H C الفلوت فيها يساوي صفر بما أنه يساوي صفر ماذا يعني ذلك؟ يعني الإيرلي ستارت هي نفسها اللي تستارت صح؟ الإيرلي فنش هي نفسها الإيرلي فنش لأنه ما تستطيع تحركها هي ثابتة البداية المبكرة هي البداية المتأخرة والنهاية المبكرة هي النهاية المتأخرة صح؟ ولا لا؟ إذن أقوم بإنزال هذه المعلومات إذن صفر أولا الفلوت فيها ثانيا بما أنه صفر الفلوت فيها فالبداية المبكرة هي نفسها البداية المتأخرة والنهاية المبكرة هي نفسها النهاية المتأخرة فإذن هاي حصلنا عليه نأتي الآن للأنشطة اللي لا توجد على المسار الحرج نبدأ بB طيب B حاليا تنتهي أو عفوا النهاية المتأخرة لها عفوا النهاية المبكرة لها 18 يوم طيب إذا حبيت أني أخرها لآخر المشروع كم بتكون النهاية المتأخرة إذا حبيت إذا حبيت أخر بآخر شيء كم بتكون نهايتها في أي يوم لازم تنتهي في اليوم الثلاثة وثلاثين صح أو لا؟ مع نهاية C لأنها كانت آخر يوم بالمشروع إذن الطبيعي إذا أردت أن تؤخر بآخر ما يمكن فلازم تنتهي في آخر يوم في المشروع حلو الكلام إذن النهاية المتأخرة ستكون اليوم الثلاثة وثلاثين وبالتالي طيب البداية المتأخرة ستكون كم؟ ها؟ هنشيل المدة الزمنية صح؟ هنقول ثلاثة وثلاثين نائس خمسة بالزبط إذن ثمانية وعشرين هتكون البداية المتأخرة طيب فإذن كم فيها فلوت؟ كم يوم استطيع أني أؤخر؟ استطيع أن أؤخر من ثلاثة وثلاثة وثلاثين طعش لثلاثة وثلاثين صح؟ اللي هي خمسة عشر رجلاً ماتوا من أجل صندوق صح؟ خمسة عشر يوم تمام؟ هنستخدم نفس المقاربة هنا بالنسبة لإي صحيح ولا لا؟ طيب إي ما هي النهاية المتأخرة لإي؟ إذا أردت أني أخر إي آخر شيء ممكن متى تنتهي أو متى ممكن أن تنتهي إي في أي يوم؟ في 13 صح لأنه لبعدها اللي معتمد عليها على طول G وجيد لازم أو البداية لها بدايتها المبكرة نفسها المتأخرة هي 13 إذن يجب أن تنتهي إي في اليوم 13 تمام؟ وهي مدتها 8 أيام إذن البداية المتأخرة لها ستكون في أي يوم؟ في اليوم الخامس إذن كم بإمكان يؤخر إي؟ بإمكانك تأخر إي يوم واحد فقط طيب بقي دي دي متى النهاية المتأخرة متى أستطيع أن أنهيها بشكل متأخر في اليوم الخامس ولا في اليوم السادس نعم في اليوم الخامس لأنه اللي بعدها ستبدأ في اليوم الخامس صح ولا لا لازم أن تكون دي انتهت في اليوم الخامس كي يستطيع أن أبدأ إذن في اليوم الخامس وبالتالي إذن أيضا مدتها هي أربع أيام إذن البداية المتأخرة لها ستكون يوم وبالتالي إذن الفلوت تبعها سيكون يوم هكذا حسبنا الفلوت لكل الأكتيبيت ومثل ما قلت لكم هذا مثال شامل طبعا ما تتوقعوا يأتي في الامتحان لأنه سيأخذ منك حل مؤقل ربما من يعني ست سبع دقائق ولو أتى لا سمح الله بالامتحان تركه لآخر شيء يعني عشان تتأكد أنه عندك وقت إلا إذا استطعت يعني أحيانا بالنظر تستطيع بدون أن تقوم بهذه العمليات والحسابات أحيانا بالنظر فعلا يعني تستطيع أن تستنتج بسرعة للمسار الحريج أو الفلوت لعملية ما أو كذلك لكن هذه العملية خلينا نقول إذا جاءك يعني مثال معقد شوي هذه هي الطريقة اللي تستخدمها لحساب الكريتيك الباث وأيضا لحساب الفلوت بكل الأكتيبيتي طبعا هنا أيضا يقول لك في استنتاج آخر تذكروني بالمناسبة أني أضع لكم هذا البرزنتيشن أيضا في الترب باكس يقول لك أيضا في شيء مهم نتعلمه من هذا المثال ما هو بعض الأكتيبيتيز اللي هي E و D لاحظ كم فيهم فلوت فيهم فلوت يوم واحد فقط صح ولا لا يعني بإمكانك تأجلهم أو تأخرهم يوم واحد فقط فبالتالي أي تأخير أكثر من يوم ماذا يحصل ماذا يحصل إذا تأخروا أكثر من يوم D أو E يصيرهم على المسار الحرج صح أيوة بدخلهم بالكريتيكال وبتأخر المشروع ربما لذلك نسمي هذا المسار القريب للمسار الحرج لأنه الفرق يوم واحد بس تمام نسميه نير كريتيكال باث وهذا ربما يشير إلى رزق إلى خطر لأنه كما قلنا إذا تأخر D أو E أكثر من يوم فربما إذن يظهر عندي كريتيكال باث جديد ويؤدي إلى تأخير المشروع بشكل كامل ما تأخير المشروع